وفي هذا الإطار لا يمكن أن نتحدث عن الأزمات والتحديات الدولية الراهنة بدون الحديث عن الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة لما يزيد عن العام على أبناء الشعب الفلسطينيين المحاصرين بقطاع غزة والمحاطين بأشكال القتل والترويع كافة وامتداد هذه الاعتداءات إلى الأراضي اللبنانية مما يعد أكبر دليل على ما وصل إليه عالمنا اليوم والنظام الدولي من تفريغ المبادئ والزواجية للمعايير فضلا عن غياب المحاسبة والعدالة إذاء الانتهاكات التي ترتكب في حق المواسق الدولية وقواعد الدولي وقواعد القانون الدولي والإنسان الأمر النازلي نتجت عنه كرسة إنسانية غير مسبوقة واستمرار الحرب وتوسعها ويكون لها شواهد تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الخطير في المنطقة ومنع انزلاقها إلى حرب شاملة وخاصة في ظل امتداد استراعات بالمنطقة لتشمل العديد من الدول وامتداد تلك السراعات تؤثر سلبا على حركة الملاحة بخليج عدن والبحر الأحمر وعلى حركة التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية ترجمة نانسي قنقر